عودة مرتقبة لأعاصير البحر التي من المحتمل أن تضرب الشواطئ والجزر اليمنية وكأن عاصير السياسة التي تعصف باليمن ليست كافية توقعات الأرصاد تشير إلى ارتفاع أمواج البحر لسواحل مناطق حوف والمحفيف ونشطون وبعض مناطق حضرموت الشرقية مع اقتراب العاصفة المدارية من الشواطئ اليمنية التقرير أوضح أن تأثير الأعاصير سيبدأ اليوم في الجهة الشرقية وشمالية الشرقية من جزيرة سقطرة وسيبلغ ذروته يوم الجمعة المقبل مشيرا إلى أن تأثير العاصفة على المهر وحضرموت سيكون يومي السبت والأحد وبالتزامن مع هذه التوقعات أقرت السلطة المحلية في أرخبيل سقطرة بدأ تفريغ حمولة باخرة نفطية جنحت قبالة الجزيرة قبل وصول العاصفة المدارية وبحسب مصادر محلية فقد بحث اجتماع للسلطة المحلية الإجراءات الكفيلة بتفريغ حمولة الباخرة المقدرة بخمسمائة طن من مادة الديزل إلى خزانات المؤسسة قبل وصول تأثير العاصفة ووجه الاجتماع مصنع برايم بشراء جميع الأسماك الموجودة في سفن الصيادين لتجنب تكبدهم الخسائر وبالعطف على ما سبق فإن تداعيات إنسانية وبئية جديدة محتملة أن تحل خلال الأيام القادمة وهو أمر من شأنه مضاعفة مآسي اليمنيين المبتلين بحرب الداخل والخارج ترجمة نانسي قنقر